صباح الخير و أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد أول حواراتنا النهاردة في هذا الصباح حوالين موضوع مهم وهو القرار الروسي اللي وقعه مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفع حظر سفر الطائرات والرحلات الشرطر إلى مصر بعد توقفها منذ بداية عام 2015 هنتكلم أكتر عن أهمية عودة الطيران الشرطر إلى المنتجعات المصرية و أهميته في دعم حركة السياحة الروسية إلى مصر والتي تأثرت في السنين الأخيرة و أهمية هذا لاستعادة القطاع السياحي المصري جزءا من عفيته خلال الفترة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن أهمية هذا القرار مع دكتور حازم عطية الله رئيس المجلس المصري للشؤون السياحية المستشار الثقافي والسياحي بفييننا محافظ ألف يوم سابقا دكتور حازم صباح الخير و أهلا بك أهلا بكتور حازم و مشاهدينا الكرام قبل ما نبتدي حوارنا مع الدكتور حازم نشوف هذا التقرير بعد أكثر من خمس سنوات رفعت دولة روسيا للتحادية الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر قرار رفع الحظر و عودة السياحة الروسية لمصر يؤكد ثقة السائح الروسي في المقصد السياحي المصري وجهود القيادة السياسية بشأن دعم وتنشيط قطاعي السياحة والطيران من جانبها رحبت نصر و أعربت عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي خاصة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لإحتواء فيروس كورونا وجاء استيناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات مصر وروسيا بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والرحة للسياح الوافدين في الوقت ذاته أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية استيناف رحلاتها إلى المنتجعات المصرية وستقوم بصياغة برنامج الرحلة كما ستطلب التصريح المناسبة من سلطات الطيران في يوليو الجاري وتعد روسيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة إلى مصر وعودة السياحة الروسية ستحدث انتعاشا وتنشيطا كبيرا في السوق السياحي المصري خاصة في المدن السياحية نتكلم عن أهمية هذا القرار مع دكتور حازم عطية الله رئيس المجلس المصري لشؤون السياحية نرحب بك مرة تانية دكتور حازم أولا نعرف رأي حضرتك في هذا القرار الروسي بعودة الرحلات الروسية لطيران الشرطر إلى المنتجعات السياحية بعد توقفها من 2015 بلا شك طبعا زي ما لسه سمعنا طبعا أن هذه العودة مرة أخرى بتشكل أهمية كبيرة بالنسبة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر لسبب بسيط جدا لأنه أصلا وقبل جائحة كورونا وقبل الأزمة الطيارة اللي وقعت كانت النسبة مشاركة الطيران العارض الروسي في الحصة الإجمالية للحركة السياحية الوفدة لمصر نسبة عالية جدا بتتعدى 20% من إجمال السياحة وده يعني طبعا نسبة تعتبر عالية جدا من إجمال الحركة السياحية إلى مصر كان بيقرب من 2 مليون سائح روسي كانوا بيجوا لزيارة مصر وبصفة خاصة طبعا للمنتجات السياحية وخاصة على البحر الأحمر شرم الشيخ رغر داء مرسى عالم فعودتها طبعا ده مهم جدا في الوقت اللي احنا فيه وبدأ بصفة عامة وطبعا هنتكلم بقى عن طيب مع الإجراءات والجائحة العالمية جائحة كورونا وتأثيراتها وأكتر القطاعات تأثرا من الجائحة دي طبعا قطاع السياحة والطيران إلى أي مدى مصر والشركات المصرية هتكون قادرة على استعاب يعني الحركة السياحية الروسية الوفيدة إلى مصر وهل هتكون بنفس القدر مع بداية العودة دي زي ما كانت عليه قبل 2015 أو حتى في 2019 هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت أنه بالنسبة للصناعة السياحة في مصر تأثرت تأثير كبير بالجائحة وعانت شركات السياحة المصرية معاناة كبيرة ويمكن أكتر المؤسسات السياحية في مصر هي التي تعرضت لها لأن الفنادق يعني زي ما حضرتك شفت أنه بدأ نرجع 40% ثم 50% ثم السياحة الداخلية غطت جزء من حركة إشغال الفنادق ولكن شركات السياحة نسينا أنها عانت لأن شركات السياحة ما كانش لها دور كبير في السياحة الداخلية خلال الموسمين اللي فاتوا الصيفي والشتوي وبالتالي شركات السياحة كانت متوقفة عن العمل وده هيكون له تأثير كبير عودتها لسبب بسيط لأنه طبعا زي ما احنا كلنا عارفين أنه هناك فيه التور أوبريتورز اللي هم منظمي الرحلات السياحية الروس بيتعاملوا هنا من خلال مندوبين لهم وهي الشركات السياحة المصرية ولذلك دي تعد بمثابة فرصة كبيرة جدا لشركات السياحة اللي بتعاني وإحنا في المجلس المصري الشؤون السياحية عملنا دراسة كاملة متكملة كيف يمكن تعويض شركات السياحة عن الخسارة والتوقف الشبه تام عن العمل والشغل بتاعهم جاءت لهم دلوقتي الفرصة أنهم يبدأوا يستعدوا زي أو المفروض يستعدوا زي الشركات السياحية المصرية للتعامل مع السياحة الروسية المنتظرة في الفترة اللي جاي طبعا ده مهم جدا احنا اولا عندهم جزء مهم جدا وهي الثقة اللي اكتسبها السوق المصري من خلال أنه أصبحت موضوع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها في مصر يعني حازت باعتراف الدول السياحية الكبرى بأن مصر طبقتها على أكمل وجهه وما زالت لجد دلوقتي هناك تدقيق كبير جدا من قبل وزارة السياحة ووزارة الصحة وده عامل مهم جدا لشركات السياحة استغلاله لأنه احنا قريدي هما مش محتاجين يعملوا دعاية في هذا الاتجاه ولكنهم محتاجين يعملوا دعاية لتنشيط الحركة السياحية طبعا هتلعب دور مهم مسندتهم فيها هيئة تنشيط السياحة وهيئة تنشيط السياحة طبعا لازم دلوقتي توجه الحركة الدعاية بتاعتها للسوق الروسي لأن زي ما حضرتك عارف طبعا ما زالت الحركة السياحية الوفدة من الدول الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا أو من اليابان لسه ما شفناش الدول الأخضر طبعا بتيجي رحلات فرضاني كده ولكن كما حدث مع الروسيا دلوقتي بصفة شبه رسمية الدولة طبعا حرك لازم نعرف أنه لما هو سمح بالطيران العارض يستأنف رحلاته إلى الغداء وشرم الشيخ ده بيعني ضمن أنه الجهات المسؤولة في روسيا يعني مقتنعة بأنه مصر بتطبق الإجراءات الاحترازية فيما يخص جقاحة كورونا تطبيق صارم وكويس وإحنا ما ننساش طبعا أنه هذا القرار ما جاش عفواء ولكن إحنا شفنا أنه خلال الثامن تشهر اللي فاتوا دول جاءت لجان كثيرة جدا من روسيا وظهرت كل المطارات وتعرفت على إمكانية المطارات من ناحية تسهيل الحركة السياحية لها فهو لم يأتي عفواء عفواء كده ولكن هناك دراسة اتعملت قبل ما يصدر هذا القرار وده أنا أعتقد دي طبعا يعني شيء نهتم به ونستغله إحنا بعد كده سياحيا للتسويق للسياحة الأوروبية لأنه طبعا نجاح دلوقتي هذه التجربة وأن تبدأ الوفود السياحية تأتي من الاتحاد السوفيتي إحنا عايزين ناخدها دي وننصح هيئة تنشيط السياحة أنها تعمل أفلام ترويجية كيف نجحت السياحة الوافدة للمجموعات السياحية عن طريق الطيران العارض نجحت في استغلالها وأنها قدرت طبعا تقوم بدور مهم جدا للإقصاد الروسي وإحنا طيب دكتور حازم دلوقتي السياحة أو السفر بين الدول أصبح مكلف للإنسان العادي أو الطبيعي ومن ثم خصوصا في إجراءات فرضتها العديد من الدول زي ضرورة حصوله على التطييم الخاص بكورونا أو حتى عمل المسحة إلى أي مدى مصر والوزارات والجهات المعنية حتطبق ده في التعامل مع السياحة الروسية الوفدة أو أي سياحة قادمة أخرى إلى المنتجات المسحة طبعا هو زي ما حضرتك قلت ده موضوع مهم وفي نفس الوقت مصر ماشية في تطبيقه مصر بتطلب لكل سائح قادم يكون عمل التطعيم وبعاء مسحة تثبت أنه هو خالم وليس حاملا للفيروس ده بتطبقه مصر وطبقه طبعا دلوقتي على السياحة الروسية وطبقته قريدي في الشهور اللي فاتت القليلة مع السياحة البسيطة اللي بدأت تيجي لمصر مصر بتشترط هذا وأنا أعتقد أنه هناك نية للتسويق لهذه المناطق اللي أشار من الشيخ والغرداء بما نسميه بالجرين زون عن مناطق الخضراء المناطق الخضراء تبقى شرم الشيخ والغرداء خضراء من ناحية أنها خالية تماما من أي شك فيه أنه جائحة كورونا تكون سبب في أنه السائح يتعرض لها من ناحية أنه كل العاملين في هذا القطاع داخل هذه المدن طعامه ومعهم ما يثبت أنهم لا يحملوا الفيروس ونفس الشيء الجهات المصرية بتطلب كل من هو قادم لأنه طبعا أحنا مش بس طبعا الخوف على أنه يكون واحد جاي يحمل الفيروس على العاملين عندنا أنه السائح الآخر اللي جاي على طيارة تانية عايز تطمن أنه كل السائحين اللي هينزلوا معايا في نفس الفندوق ما ننساش أنه بتيجي يعني مجموعات مختلفة وممكن بعد كده من دول مختلفة ويكونوا في نفس الفندوق مع بعض فهو برضو السائح عايز يتطمن أن السائح الآخر اللي جاي هو خالي ولا يحمل هذا الفيروس تمام وإحنا بنتكلم عن السياحة الروسية معروف يعني أغلبها بيجع عبر الطيران العارض أو الشارطة إلى أي مدى تكلفة أو بيصرف السائح الروسي في مصر مقارنة بسائحين آخرين خصوصا مثلا الأوروبيين الألمان والإنجليز وكتبه طبعا يعني إحنا مش هنقدر نخفي أن السائح الروسي ليس من السائح اللي بنعتبره سائح يعني مصرف لسبب بسيط جدا هو أنه الطيران العارض هو بيعتمد على الباكتجز وبيعتمد على كمان ما نطلق عليه اللي هو الرحلة الشاملة الشاملة لكل حاجة يعني فول بورد فطار غدع شامل دي طبعا هي بتفيد في الأعداد الكبيرة فبتبقى لها ربحة ها مش ربح عالي شوية مفيد ولكن طبعا ما ننساش أنه السائح الأجنبي بيعتمد على الصرف خلال الرحلة بتاعته بمعنى أنه السائح الأجنبي حتى اللي بيجي شفناه اللي بيجي من الاتحاد الأوروبي أو يجي شرم الشيخ أو الغردقة بيستغل وجوده ويعمل رحلات وان دي او وان نايت لرحلة ليلة أو يوم يروح لقصر من الغردقة مثلا أو في منهم اللي بينزل القاهرة لمدة ليلة ويرجع ده طبعا بيدر دخل كبير لكل الجهات اللي بتتعامل مع هذه الحركة السائحية طبعا السائح الروسي ما هواش من هذا النوع ما هواش اللي هو بيروح يقعد في الفندق بتاعه الأسبوع أو العشر تيام أو الأسبوعين في الغردقة وشارم التيغ الرحلة مدفوعة من الأول كاملة أولون كلوسيف زي باب نقول ولكن ميزة السائح الروسي حاجة تانية نسناها وهو أنه هو بيجي المناطق دهيا صيفا وشتاء يعني أقصد بيه أن السائح الروسي غير الأوروبي أنه السائح الروسي ممكن يجي على مدار السنة كلها بيجي في الصيف بيجي في الشتاء في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى عالم بخلاف الأوروبيين اللي بيركزوا في فترة الشتاء من الزبر لحد إبريل مثلا يجي مصر يجي مصر وكمان جزء منه بيحب يروح المناطق الثقافية السياحية الأسرية اللي هي لقصر وأسوان ودرقة القاهرة والجيزة والمتحف الجديد اللي هيتفتح وواء إلى خيره السائح الروسي في التسويق من قبل شركات السياحة أكيد هم متنبهين أنه هو بيسوى لي 12 شهر في السنة طيب دكتور حازم عودة السياحة الروسية والرحلات العارض بتأتي بعد سبيع من صدور قرار من وزارة السياحة كان بينادي بيه بعض صناع السياحة وهو وضع حد أدنى لسعر الليلة في الفنادق ومواجهة عمليات حر الأسر اللي كانت بتتبعها بعض المنشآت والشركات السياحية حضرتك بتشوف ده تأثيره حيكون إزاي على صناع السياحة في مصر طبعا ده يعني موضوع مهم أيضا وإيجابي جدا لأنه موضوع حرق الأسعار ده يعني موضوع كبير جدا وتناولناه من خلال مؤتمرات كتيرة جدا كيف يمكن أن يكون هناك نوع من الرقابة على أن يكون في حد أدنى تصل إليه أسعار اللي بتبيع بها الفنادق عشان ما نفاجأش بأن هناك أسعار خفية بيتم تداولها في السوق على غير ما هو معتد وبرضو لازم نعرف أنه العيب في الأسعار المتدنية أنه في بعض الأحيان بنخسر السقة في السوق لما تبقى رخيصة جدا حضرتك لما تجي تشتري حاجة وتلاقي رخيصة قوي في الأول هتقول إيه السبب السبب أن ندير خيصة كده ديوة لازم مثلا بضاعة مضروبة أو حاجة مش تمام فطبعا التدني في الأسعار وده موضوع مهم جدا بس البعض بيتخوف أن يعني وضع الحد ده ربما يؤثر على الحركة السياحية الوافدة خصوصا كل صناع السياحة حولين العالم معتبرين أن حركة السياحة مش هترجع لسابق عداء سيء قبل عشرين عشرين في الفترة اللي هتبتدي الأجواء تفتح فيها في بعض الدول ومن ثم ربما ده يثقل كهل بعض السياح ويقلل من عدد السياح اللي بيأتوا إلى المقصد السياحية المختلفة طبعا بس هو رفع الأسعار ليس معناه رفعها بطريقة مغالة فيها بحيث أنه يؤدي إلى تباطئ الحركة السياحية ولكن المقصود بيه أن منزلش عن المستوى المستوى اللي هو ممكن يؤثر تأثير سلبي لأننا شفنا والفترة اللي أنا أعطاها في الخارج كمستشار سياحي برا شفنا عروض بتتباع يعني حركة لما تلاقي الليلة في الفندق هافبورد بتتباع بـ 12 و 15 دولار دي عملية خطيرة جدا لأن ده السائح هيفقد الثقة دون أن ندري الفندق ربما بيعرض هذا عشان بينظر للكم وليس الكيف ولكن لما نوصل لهذا عشان كده عشان هذه الأسعار المتدنية اتحطت الليمتس أو المعايير واحنا عايزيت برضو نشير أن الليمتس أو الحد الأدنى اللي موجود ده برضو يعتبر مش عالي ولا ضعيف مقارنة بالأسواق السياحية المنافسة بزارة منا بقوله حركة ليس معناها أنه غالي فيه ولكن ما ننزلش عن الحد اللي هو يبقى خطير جدا ويؤدي إلى فقدان الثقة بس ده مهم جدا لأن الوزارة صراحة وحيط تنشيط السياحة عليها دور مهم جدا واتحاد الغرف السياحية علي دور مهم جدا لأنه ما ننساش حضرتك أنه شركات السياحة هي بتبقى متضررة تكتشف الشركة أن هناك اتفاق مثلا مسبق بين الفندق وبين التور أوبريتر الأجنبي والشركة السياحة المصرية لا تستطيع أن تحصل هي على هذه الأسعار هي اللي بتخسر وسائق واللي هو يعني الشركة الأجنبية هي اللي بتكسب هي اللي بتكسب وهي مع الفندق فيه اتفاق خفيفة لما يبقى فيه حدود واضحة المعالم وفيه رينج يقدر يتحركوا فيه ده أعتقد ده الأسلوب السياسة السليمة يعني فيه منافسين لنا زي ما احنا عارفين برضو بيستهدفوا السياح الروس في المنطقة أبرزها دبي تركيا في ناحية المالديف برضو تنامي لعدد السياحة الروسية الذهابة إلى المالديف إلى أي مدى بيعتبر المقصد السياحي المصري ما زال له لأهمية بالنسبة للسياح الروس ومفضل مقارنة مع الأسواق أو المنتجعات والمقصد السياحية الأخرى المنافسة في المنطقة طبعا هو دلوقتي حركت معارف طبعا تنوع السوق اللي هو سياحة الاستجمام على الشواطئ احنا عندنا طبعا مناطق عديدة جدا ده بيخلي السائح الروسي حتى يستطيع أنه هو يجي أكثر من مرة في مصر ويزور مناطق مختلفة النجاح اللي احنا مصر الحمد لله كسبته خلال الفترة دي وبصفة خاصة بعد جائحة كورونا أكسبنا ثقة كبيرة جدا ولم نسمع أنه هناك حملة دعائية ضد مصر بسبب أنه تفاشج أحد كورونا وتهددها للمنتجعات السياحية فاحنا كسبنا ثقة كبيرة في الوقت الحالي وده يفضلنا عن بعض الدول الأخرى بس زي ما بقول أتمنى وده مهم دلوقتي بعيدة عن السياحة الروسية أن نستغل هذه الحركة السياحية الوافدة من الاتحاد السوفيتي من روسيا يعني إلى مصر في عمل تسويق سليم لدور أوروبا وتاني بفكر هيئة تنشيط السياحة لازم تبتدي تتابع هذه المجموعات ويعملوا انترفيوز مع السياح الروس ويشوفوا زي هما بيقضوا وقت جميل في هذه المناطق لغاية ما يرجعوا تاني هذه الأفلام لما ناخدها إحنا تبقى زي ما بنقول وثائق تستخدمها الحملة الدعائية لهيئة تنشيط السياحة في أوروبا وفي أمريكا وفي اليابان وفي الصين هتبقى لها مردود جيد جدا خاصة ان احنا بنقول ان دي ارحالات حاليا ونجحت بدور كبير جدا دكتور حازم عطية الله رئيس المجلس المصري للشؤون السياحية المستشار الثقافي والسياحي بفينا محافظ الفيوم سابقا شرفتنا وكل التوفيق ان شاء الله للحركة السياحية الأجنبية الوافدة إلى مصر في الفترة اللي جاية ان شاء الله السياحة ترجع تاني تزدهر من جديد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا مشاهدينا بكده نكون وصلنا إلى ختام هذه الفقرة ولكن فقرات هذا الصباح لسه مستمرة معاكم بعد الفاصل حنتعرف على أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع عمر عبد المجيد وبعد أخبار الاقتصاد هنوصل لآخر حواراتنا في هذا الصباح مع ألا أحيب